مرحباً بكم في فيديو جديد من قناة مساء الأخبار في هذا الفيديو نستعرض معكم أبرز توقعات خبيرة الفلك والتنبؤات الشهيرة ليلى عبداللطيف التي أثارت الجدل مراراً بتوقعاتها المثيرة للدهشة سنغوص في أهم ما كشفته من رؤى وأحداث متوقعة للفترة المقبلة سواء على المستوى العربي أو العالمي تبعوا معنا لتتعرفوا على ما قد يحمله المستقبل من مفاجآت حلقة التوقعات الجديدة مع سيدة التوقعات ليلى عبداللطيف توقعات كتير مستنية ناس وبلاد وفي مفاجآت كبيرة جاية في نهاية سنة 2024 وبداية 2025 أول حاجة ما تنساش تدعمنا بلايك على الفيديو عشان توصلك كل التوقعات الجديدة من ليلى عبداللطيف بتقول إن في الشهور اللي جاية ومع بداية 2025 هيحصل وفاة شخصية قيادية قوية ومشهورة في إيران اللي كل الناس تعرفوا وتخاف منه الشخصية دي ليها دور كبير في إيران وهنشوف الشوارع الإيرانية مليانة ناس في جنازة ضخمة ممكن كمان يكون في حداد عام في إيران بسبب الحدث ده والناس هتكون شايلة نعشوا وسط حالة من الحزن كمان بتتوقع ليلى عبداللطيف إن إيران هتشهد توترات مع العدو الإسرائيلي وهيرجع التوتر يظهر بقوة على الساحة الإعلامية وده هيقلق المجتمع الدولي والعربي بتقول كمان إن بلاد البحر الأحمر هتستعد لمواجهة حدث خطير وهتشترك في رد فعل كبير وهيؤدي ده لكوارث مالية واقتصادية في لبنان هنشوف اختفاء شخصيات سياسية مهمة وممكن تحصل اغتيالات لشخصيات لها دور كبير بعض الرموز هتهرب خوف على حياتها الشوارع اللبنانية هتفضل متوترة لحد آخر 2024 وهنشوف تدخل محمد بن زايد في العراق وسوريا وليبيا لمحاولة حل الأزمات بتتوقع كمان انتشار أمراض وأوبئة خطيرة تتطلب استعدادات دولية وعودة الزلازل اللي هتأثر على دول زي ألمانيا، إيطاليا وفرنسا في أفريقيا هتحصل انقلابات وحروب أهلية وانتشار حشرات غريبة سامة في دول زي الهند، باكستان وأفريقيا ليلة عبداللطيف بتقول إن نهاية 2024 وبداية 2025 هتكون مليانة حروب وصراعات وبعض الدول هتعلن حالة الطوارئ وفي لبنان بعد انتخاب رئيس جديد هيبدأ البلد يتعافى اقتصاديا مع اكتشافات جديدة للغاز والنفط في النهاية بتقول إن بعض الدول الأفريقية هتكون في خطر كبير بسبب الجماعات المتطرفة وإن مصر وفرنسا هيكون ليهم دور في مواجهة الظهرة دي كمان هيتكشف قضية غريبة في واحدة من الدول العربية تخص بنتي كانت بتنتقم من رجال بطرق غريبة وده هيصدم الناس لما ينكشف ليلة عبداللطيف بتضيف إن فيه توقعات تانية مرتبطة بأحداث خطيرة في العالم العربي والعالمي بتتوقع إن بعض الدول الأفريقية هتشهد تصاعد في الصراعات الداخلية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار الأمراض هتزيد موجات النزوح واللاجئين وهيبقى فيه مجاعات وأزمات مائية كبيرة أما بالنسبة للدول العربية بتقول إن الخلافات والانقسامات بين بعض الدول العربية والأجنبية ممكن تؤدي لاندلاع حروب أهلية وصراعات مدمرة وهتشوف شعوب بتفر من بلادها بحثا عن الأمان في نفس الوقت بتتوقع إن في دول عربية هتشهد تغييرات كبيرة على مستوى القيادة وهتختفي أربع شخصيات قيادية من الساحة السياسية في 2025 كمان في توقعات بخصوص مشاهد مأساوية هتتصدر الشاشات زي مشاهد حرب أهلية أو كوارث طبيعية هتؤدي لحالة وفاة كبيرة وده هيخلي العالم كله في حالة صدمة وبتحذر من زيادة حدة الانقسامات السياسية والاجتماعية في بعض الدول واللي ممكن تؤدي لانفجارات شعبية وصراعات مسلحة أما بالنسبة للبنان فبتتوقع إن الأوضاع ممكن تتحسن تدريجيا بعد انتخاب رئيس جديد خاصة مع بدء مشاريع تنقيب الغاز والنفط بتتوقع كمان إن القضي اللبناني غسان عويدات أو شخصية قضائية معروفة هتتصدر المشهد بسبب إنجاز قضاء كبير هيبهر الناس في النهاية ليلة عبداللطيف بتحذر من انتشار زواهر جديدة زي الحشرات السامة والأمراض المعدية وبتشدد على ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات دي على المستوى العالمي وإن العالم هيواجه فترة صعبة محتاجة تضامن دولي كبير ليلة عبداللطيف بتواصل توقعاتها وبتشير إلى إن العالم العربي هيمر بفترة حارجة جدا خصوصا مع تصاعد التوترات الأمنية والسياسية بتتوقع إن بعض الدول العربية ممكن تشهد اضطرابات كبيرة خاصة مع وجود صراعات على السلطة وده هيؤدي لظهور حركات تمرد جديدة بالنسبة لإيران بتؤكد إن وفاة الشخصية القيادية البارزة اللي تكلمت عنها هتسبب فراغ كبير في السلطة وده ممكن يؤدي لصراعات داخلية وتوترات سياسية خطيرة التوترات مع إسرائيل هتتصاعد وده هيخلق جو من القلق في المنطقة خاصة مع الاحتمال حدوث مواجهات عسكرية في لبنان بتتوقع إن الوضع هيظل متوتر لحد نهاية عام 2024 لكن مع بداية عام 2025 ممكن يحصل انفراج سياسي واقتصادي بتتوقع كمان إن بعض الشخصيات السياسية اللي هتختفي من المشهد هتترك أثر كبير وده ممكن يكون بسبب اغتيالات أو اختفاء قسري ومع عودة النشاط في قطاع النفط والغاز الاقتصاد اللبناني ممكن يبدأ في التعافي تدريجيا على مستوى الكوارث الطبيعية بتتنبأ بحدود زلازل قوية في مناطق مختلفة من العالم خصوصا في أوروبا وأفريقيا الانفجارات البركانية هتزيد وده هيأثر على المناخ وهيخلق حالة من الفوضى البيئية بتقول كمان إن الدول الأوروبية زي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا هتواجه كوارث بيئية كبيرة وده هيؤدي لخسائر اقتصادية وبشرية ضخمة في أفريقيا التوقعات بتشير إلى انتشار الحروب الأهلية وظهور جماعات متطرفة هتهدد استقرار القارة بتتوقع إن مصر وفرنسا هيكون ليهم دور كبير في مواجهة الجماعات دي وهيكون في تدخلات عسكرية لمكافحة الإرهاب في بعض الدول الأفريقية بالنسبة للأوبئة بتتوقع انتشار أمراض جديدة بعضها هيكون مميت وهينتشر بسرعة الحشرات السامة اللي هتغزو دول زي الهند باكستان وأفريقيا هتشكل خطر كبير وده هيستدعي تدخل دولي لمكافحتها في المشهد الإعلامي بتقول إنها هنشوف مقاطع مصورة وأخبار هتصدم الناس خاصة مشاهد الحروب والمعاناة الإنسانية بعض الدول ممكن تشهد مشاهد عنف غير مسبوقة وده هيؤدي لحالة من الرعب والقلق العالمي ختاما ليلى عبداللطيف بتتوقع إن العالم هيمر بفترة اضطرابات كبيرة سواء على المستوى السياسي الاقتصادي أو البيئي الدول العربية والأفريقية هتواجه تحديات ضخمة وده هيستدعي تعاون دولي كبير لمواجهة الأزمات اللي جاية ليلى عبداللطيف بتواصل توقعاتها وبتتعمق في تفاصيل أكتر عن الأوضاع اللي ممكن يشهدها العالم في نهاية 2024 وبداية 2025 التوقعات دي شملت جوانب متعددة من السياسية الاقتصادية الاجتماعية وحتى البيئية أولا الأوضاع السياسية في العالم العربي إيران بتتوقع وفاة شخصية قيادية تبارزة جدا في إيران والحدث ده مش هيعدي بسهولة هتشهد البلاد حالة من الاضطراب السياسي والتوتر الداخلي وده ممكن يفتح الباب أمام صراعات على السلطة بين الطيارات المختلفة بتقول كمان إن الشارع الإيراني هيغلي وهيكون في مظاهرات واحتجاجات خاصة مع تزايد التوتر مع إسرائيل إسرائيل وإيران التوترات هتتصاعد بشكل كبير وممكن نسمع عن مواجهات مباشرة أو ضربات متبدلة وده هيؤدي إلى قلق عالمي الوضع في المنطقة هيبقى مشحون وده هيأثر على الاقتصاد والأمن في دول الشرق الأوسط كلها لبنان بتتوقع استمرار الأزمة السياسية في لبنان واختفاء أو اغتيال شخصيات سياسية بارزة ممكن نشهد فجأة انسحاب أو غياب قادة كبار من المشهد السياسي وبعضهم ممكن يهرب خارج البلاد خوفاً على حياته مع بداية 2025 الوضع ممكن يبدأ يتحسن تدريجياً خصوصاً مع اكتشافات الغاز والنفط اللي هتساهم في إنعاش الاقتصاد كمان بتتوقع إن شخصية قضائية لبنانية معروفة هتتصدر الأخبار بسبب تحقيق أو إنجاز قضائي كبير والحدث ده هيخلق حالة من التضامن الشعبي ثانياً الكوارث الطبيعية والبيئية الزلازل والبركين بتحذر من عودة نشاط الزلازل بقوة خاصة في أوروبا وأفريقيا دول زي ألمانيا، إيطاليا وفرنسا ممكن تتعرض لها الزات أرضية قوية وده هيؤدي لكوارث إنسانية واقتصادية بتقول كمان إن في براكين هتنفجر في بعض الدول وهتؤدي لحالة من الزعر العالمي خصوصاً مع تأثيرها على المناخ أفريقيا، القارة الأفريقية هتواجه تحديات ضخمة من كوارث طبيعية لحروب أهلية بعض الدول هتشهد انقلابات وهتزيد الأنشطة الإرهابية موجات النزوح هتزيد وهيكون في مجاعات وأزمة مائية ثالثاً، الأوبئة والأمراض بتتوقع انتشار أمراض جديدة وخطيرة بعضها ممكن يكون قاتل بتكلم عن حشرات سامة زي نوع يشبه البعود وآخر يشبه النحل هتغزو دول زي الهند، باكستان وأفريقيا الحشرات دي هتنقل فيروسات مميتة وهتشكل خطر عالمي الالتهاب الرئوي في نهاية 2024 ممكن نشهد انتشار التهاب رئوي قاتل هيصيب أعداد كبيرة بتتوقع ان المرض ده هيظهر مع موجات البرد الشديدة وهيتسبب في حالات وفاة كتير رابعاً، المشهد الدولي أفريقيا هتشهد صراعات مسلحة وحروب أهلية بالإضافة لظهور جماعات متطرفة جديدة بتقول ان مصر وفرنسا هيكون ليهم دور كبير في مكافحة الإرهاب في القارة وهيدخلوا عسكرياً في بعض الدول الحروب الأهلية في بعض الدول ممكن نسمع عن اندلاع حروب أهلية وصراعات داخلية وهتزيد موجات الهجرة والنزوح خامساً، الأوضاع الاجتماعية بتتوقع ظهور قضايا غريبة وهزات اجتماعية زي قضية امرأة أو فتاة في دولة عربية هتكشف عن سلسلة من جرائم القتل الغريبة اللي هتصدم الرأي العام القصة دي هتشغل وسائل الإعلام وهتصير جدل كبير بسبب الطريقة اللي كانت بتنتئم بيها من الضحايا ليلة عبداللطيف بتستكمل توقعتها وبتشير إلى أن الفترة اللي جاية هتكون فترة مليانة مفاجآت وأحداث ضخمة هتهز العالم كله في تفاصيل أكتر عن اللي ممكن يحصل التوترات السياسية والعسكرية الدول العربية بتتوقع أن بعض الدول العربية هتشهد تغيرات سياسية جزرية وممكن نسمع عن سقوط أنظمة أو تغيرات كبيرة في القيادات هتكون في صراعات على السلطة داخل بعض الدول وده هيؤدي لحالة من عدم الاستقرار بتقول كمان أن في دول عربية هتواجه ضغوطات خارجية وداخلية وهتضطر لاتخاذ قرارات مصيرية بعض الدول دي ممكن تتجه نحو تحالفات جديدة لمواجهة التحديات العراق وسوريا وليبيا بتتوقع تدخلات دولية كبيرة بقيادة محمد بن زايد لمحاولة احتواء الأزمات الدول دي ممكن تشهد نوع من الاستقرار المؤقت لكن التوترات مش هتنتهي تماما في ليبيا بتشير إلى أن الوضع هيظل معقد لكن ممكن يحصل اتفاق سياسي مفاجئ يقلب الموازين إيران وإسرائيل الصراع بين إيران وإسرائيل هيتصاعد وهيكون في مواجهات عسكرية مباشرة أو غير مباشرة التوتر ده مش هيقتصر على المنطقة بس لكنه هيأثر على العلاقات الدولية وهيزيد من حالة القلق العالمي الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية بتؤكد أن العالم هيواجه كوارث طبيعية غير مسبوقة خاصة في الدول الأوروبية الزلازل والبركين هتكون أقوى من أي وقت فات وهتسبب ضمار واسع البحر الأحمر بتتوقع أن المنطقة دي هتشهد أحداث خطيرة ممكن تكون مرتبطة بصراعات عسكرية أو كوارث بيئية بتقول أن البحر الأحمر هيبقى مشتعل ومهدد بحروب الأوبئة وانتشار الأمراض في توقعات جديدة عن ظهور أمراض غريبة بعضها مميت وهتنتشر بسرعة بتتوقع أن الأمراض دي هتظهر في دول مختلفة وخصوصا في أسيا الختام ليلة عبداللطيف بتحذر من أن العالم هيدخل في فترة صعبة مليانة بالتحديات سواء على المستوى السياسي البيئي أو الصحي بتأكد أن التعاون الدولي هيكون ضروري جدا لمواجهة الأزمات دي وأن بعض الدول ممكن تنجو لكن البعض الآخر هيتعرض لانهيارات كبيرة